سبعة وخمسون عاما مرت على النكسة حرب الخامس من حزيران أو حرب الستة أيام تعددت التسميات والهزيمة واحدة هزيمة الجيوش العربية على يد إسرائيل انتهت باحتلال واسع لمساحة شاسعة من الأراضي الفلسطينية والعربية هي الحرب العربية الإسرائيلية الثالثة حرب قصيرة المدة طويلة الأطر حرب خضتها ضد إسرائيل كل من مصر والسوريا والأردن والعراق وبعد هذه النكسة احتلت إسرائيل أراضي فلسطينية جديدة قدرت تقريبا بتلاتة أضعاف ما احتلته في حرب 1948 القضية الفلسطينية كانت العنصر الأساسي في الصراع العربي الإسرائيلي الذي أشعل فتيل هذه الحرب إذ كانت الأراضي الفلسطينية التي لم تحتلها إسرائيل عام 1948 كانت تخضع وانذاك لإدارتين عربيتين الأولى مصرية مسؤولة عن قطاع غزة والثانية أردنية مسؤولة عن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية منظمة التحرير الفلسطينية التي تأسست عام 1964 كانت تقود عمليات فدائية ضد إسرائيل من مخيمات اللجوء في دول الشتات في سوريا ولبنان والأردن وكان الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر قد تحرك لإظهار دعمه لسوريا بشكل لا لبس فيه ففي الرابع عشر من ماي من عام 1967 حشد عبد الناصر القوة المصرية في سيناء وفي الثامن عشر من ماي طلب رسميا سحب قوة الطوارئ الدولية المتمركزة هناك كان من نتائج هذه الحرب خسائر بشرية ومادية كبيرة واحتلال أجزاء واسعة من الأراضي العربية وتدمير أغلبية العتاد العسكري العربي رغم أن عدد وعدة الجيوش العربية في الجبهات الثلاث كانت أكثر من عدد وعدة الجيش الإسرائيلي التي اعتمدت على السلاح الأمريكي والبريطاني والفرنسي في السابع من يونيو من ذات العام دعا مجلس الأمن الدولي إلى وقف إطلاق النار إسرائيل والأردن قبلت الدعوة على الفور ووفقت مصر في اليوم التالي لكن سوريا صمدت واستمرت في قصف القرى في شمال إسرائيل وفي التاسع من يونيو شنت إسرائيل هجوما على مرتفعة الجولان المحصنة واستولت عليها حرب الأيام الستة كانت بداية مرحلة جديدة في القضية الفلسطينية حيث أصفرت عن مئة الألاف من اللاجئين ووضع أكثر من مليون فلسطيني في الأراضي المحتلة تحت الحكم الإسرائيلي ورغم انتصار العرب في حرب 1973 فإن التداعية السلبية الهائلة التي خلفتها هزيمة السبعة وستين لا تزال تتفاعل في الواقع العربي حتى الآن في نوفمبر 1967 أصدرت الأمم المتحدة قرار رقم 242 القرار الذي دعا إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في الحرب مقابل سلام دائم هذا القرار أصبح أساسا للجهود الدبلوماسية بين إسرائيل وجيرانها بما في ذلك اتفاقيات كامب ديفيد مع مصر والضغط من أجل حل الدولتين مع الفلسطينيين